موسيقى نزيل ما هذا نزيل اشتركوا في القناة 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 انا اليوم طلعلي الصبح الانستا هذا المول فاجيت لعنده فورة لاشوف شو عنده هذا الكهربائي ما بنصح فيه جربته ما عجبني طاول على قدمة في تنوع على قدمة انه عم بحتار شو ااخد سامسونج الجي شو ااخد شو اجيب ما عم بعدي التنوع الموجود كتير كبير اللي رح فرجيكم شغلة كمان بس الشغلة الوحيدة اللي ما فيها تنوع كبير هي الجلاية ليش يحذركم حاسيت ما باستغض مجلايات كتيره فهذا الوحيد اللي تنوع قليم بس اما الغسالات البرادات كله تنوع قدير شوف مين لاحقنا لهون فيستال نحن كان بيتنا كله فيستال بتركيا الغسالة كانت كويسة والله هي فيستال كتير ممتازة اي حد بتركيا بنصحه في فيستال كتير كويسة كوانا جربته باربيل كمان عجبني سعر 1600 هاي بس مشكلته 7 كيلو انا ما بدي اكبر هاي عشرة سنوار 8 كيلو توشيبة توشيبة ممتاز معروف كتير ياباني قوي ما بعرف هون معيها لون الابيض انا كتير بحبه هاي 9 كيلو سامسونج بس سعر قديش 2000 كمان في بوش بس بوش صناعة المانية كانوا كتير الاتراك يحبوا في تركيا بس انا صراحة يعني صار بحسه غالي وفيه متل جوتة لاقي اللي بتركيا رح ينبسطوا فيستال والله هجبني انا عفكرة هاو هاد فيستال فيستال ممتاز افتاح اللت اللاجم بعد اسنابي ممكننا ندور على هيك بابين واربع باب مكننا فيستال مكن عنده اي هلا اول مرة مشوف فيستال عفكرة هون اه ما بيمون الانصاري شوفنا فيستال بس هاو متجايبين عدة موديلات بس ليش هاي بقى؟ عشان تنتصر ريحة وشوه بالله سكروا فرجيني شكله بس هاي الماي انا خايفة منها هاي بكرة بلعبوا فيها الولاد اهلا وكيلكم بتشرع البراد وبالخرب كتر ما دمنا فتننا عالون انه هذا اللون مفضل وحيد لمعروحات بس مبعب شوه يعني ماما طموك للإزاز بتفسو شوه شوفوا 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 مشكلة اللي فريزة انا بحبه تحت ما بحبه فوق لانه ما منيستغضنا كتير من كل برات هنقول هدا فيه اميزة حلوة انه السطح مطفي ما نو لامع ما بيعكس الابواء مثل غيره نو رفلكشن يب يمكن ان ترى اوصل اوصل الفكاس اوه افضل هدا من اي بلد اوصل هون كون تينه 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 اوصل الفكاس اوصل الفيديو اوصل الفكاس اوصل الفكاس اوصل الفكاس هذا النمط التركي اللي بيجي غالي إبراهيم مونو الخيسكا هاي 3000 شايفي وهي 3000 شايفي أنا بعشق هذا اللون اللي بيكون هيك سكري ما دهمي كتير بحبه بحس هيك فيه تفاول هذا اللون هيك الكاشف هون اللي بيحب يشتري تخوتي لحال شايفي هون اللي بيحب كمان يجيب هاي الطاولة النص هادو متل ترنجول زبت تذكروه سعره مئة وستين درهم اللي كتقولوه إنه كانت مئة وتساو وخمسين طاولات الشفافة اللي بتفكرواها بلور يومانا بلور بس غالي والله 600 شوية فكرا هادا حقيقي انتم حقيقة هو سراميكي ميكي ميكي خام أس مرمك حقيقة تن شوفو بس سعره تسعمية سبعة سبعة سين بس او مع كراسي ولا من دون موابع هاتي شوف بلا مع كراسي مع كم كراسي امم أربعة والله ما غالي باتبو بتلقع إذا المطبخ رمادي كتير تلاحي يشوفو حتى الكراسي حلوين ولون الرمادي ما أخله كتير وهون هادا المرمك او الخام كتير شكله كله حتى هون في سجات اللي بحبي حط سجات بالبيت بس واحد على هدوء وشتي هالشغلات هلنا ماني فاضي والله بديك بس أعود وأستقل بعدين عهدوء بذبط هالأمور هاي سبحان الله بتشبه أول غرفة جبت لانياها لشام عمر بيتركيا وهي اللي جوة بتشبه غرفة كانت بي أربي ما بعف أنا حابة جب لون طختين طابعين هيتم فكرة بشان المساحة تكون منيحة في غرفة ما بدي أقتل المساحة في غرفة انت حلوة ها هريحة ها وما أنا بغضب إذا أولادي إذا هادا نغضر الغرفة بيأخذ الغرفة كله طلع فوق الإسرائي أخذ المصرير كله شعيفة عابطينه فوق الإسرائي موسيقى 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 نجيد موسيقى 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 حسنا لا موسيقى أسوكا سنجد قلعون الناس هوني يا جماعة في بنات على سناب شات قالوا لي تسليم بوحى المنطقة الصناعية في برادات وأدواتها وباقي رخيصة فرحت وحملت حالي وتفرجنا وفتنا كتير محلات فيه كتير كتير فجينا على جنرال تيك وأرخص محلات فيه وأدواتها وباقي صراحة فكا عنده شغلات حلوة بس جوزي قال لي أنه يعني ما أنا مجربين أو ما منعرفها وفتنا على اليوتيوب فتنا على جوجل كمان يعني ما في عليها مراجعات كتير فهمتوا علي فهذا الشي بيخوف بتحسوا حالكون هل رح تغدوها هل رح تندموا عليها هو صناعة صينية يعني كله هاد رعب شوفوا صناعة صينية إلا مثل ما بتعرفوا فيه صيني جودة منيحة في جودة سيئة جدا أخيرا 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 ت milestones صراعة رابعة ما بدخله بقاء يوم جديد اليوم من الصباح بنبكير حملنا حالنا ورحنا على المدرسة لنسجل عمر وشام ويعملون الارتباط هون اي صف بيدو يفوتوا لو كان صف اول او تاني في اختبار للأولاد باللغة الانجليزية والعربية ليشوفوا شون قوتهم وهل في عندهم ضعف شان نحن نهتم في يون وندير بالنا بهذا المكان فاتوا الولاد وعملوا الاختبار أتلك read the numbers one two three بعد ما قعدنا ساعتين بالمدرسة بعد ما عملونا الاختبار وعملونا فتلة بالمدرسة وفرجونا اياها هون خبرونا بعد الاختبار هنا بيعملوا اختبار مو بس باللغة العربية والانجليزية بالبياضيات بكتير الشغلات فالمهم حتى عملونا انشفهي وقراءة وكلش يعني كتير كان الاختبار قوي يعني انا لو بدأ الولادي منكرر السبت من كتير ما عملونا الاختبارة فالمهم بعد ما عملونا الاختبار قالونا انه عندهم ضعف بالعربية تكون تتعبوا عليه ونحن نتعب عليه هون شان يعطوكم نتيجة ميحة لازم تتعبوا انتو كمان بالبيت فقالونا بالنسبة للانجليزي تمام لانه اصلا الولادي كانوا عم يدرسوا بقربية مدرسة دولية وكانت دراسة بالانجليزي فالمهم فالامور كلها تمام ان شاء الله يكون عام دراستي سهل وممتع للولاد يا رب بيديش هاي سارة كاملا مع الكراسي طب جرب الكرسي قض عليه شوف الكرسي منيح عمل تصميم مثل ايكيا بانه بتفوته على غرفة وغرفة بس اسعاره مقبولة على فكرة اسعاره حلوة انا حستيته انتو قالوولي انتو قالوا لي لا يكون انطلوا على هاي الغرفة مثلا صاحوني يا جماعة انا حابة طاولة دائرية وزوجي لا لا حابة بدايري انا كتير حابة انو بنحط اربع كراسي مثل هيك ونفس الشي كثير حلوة! هاي كاملاً سعره 950 مع الكراسي زوجي نفس الشيحة بهيك مثل هذا النمط شايفين هايك هذا النمط هايك هذا النمط هايك هذا النمط بس إنه بيضوية بس ما تقول الزوايا هيك حادة تقول زوايا دواء اي صح طجوزي كان عبق اللعني من هون عرفاني إنه بدي أجي لهوني وأتفرج على الدكورات شايفين واحد هاي الدكورات اللي حالة بدي هيكي اسبوع كامل حكرا حتى يلاقي شي بيحبوه نحن نجي هيك لهون إن شاء الله ونشوف الدكورات في شي حلو هدول مخدات الطبية كمان كان بأربيل عنده مثل هاي كتير منيحة هاي كتير كانت غالية لما رحنا بأربيل درنا هون كمان هون غالية بس كانت بأربيل إزايش؟ مئة ألف بالله؟ إذن هون أرخص معناتها يعني شو هي ميزاتها هي طبية كتير منيحة هي شغلتين مواحد طبية للي عندهم المشاكل حتى اللي عندهم مشاكل كتير مريحة وطاطي برودة خاصة اللي بيشوب ومتكت وقال لك بتعطي إذا برودة ولا بالشتة سخونة ولا لا بالشتة ما في شي بس بتعطي برودة أنا بسبب لي حتى بالشتة بعاني من هاي الشغلة بتتمنى تكون مخدة بارده عملينا هون متل بازار البازار عادي بسيط صغير وليك بقدموا شغلات حلوة مميزة عفتال في شغلات مميزة بس ما سألت على الأسعار الأسعار كثير من المجازي كمانا لا بس الله على تبساطين غريبة بس شغلات مميزة كثير حلوة الأسعار طبعا مفتوح من فوق موسيقى 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 وهاي ملتغير kara أدتك موسيقى موسيقى مثلا هاي الغرفة ازعج باني باخد صورة بابعتها عمدس أبين وبين زوجي مشان اقدر اقارن فيها مثلا عبا اعطيكم مساحة فعمولو متري بتحسوا حاكم ممكن ضايعي شوفو هاي كتير حبة طعا انا شفتها عن day to day وهلا شفتها هون بس day to day بعشيني درهم هون تستي بفرق كبير والله اللونا حلو عفكرها هذا السيستم تاجد طخط بحبو حلو اكابل بس اللي ما حبيته انو بحب انا تكون سادة هلا هاي الوان كتير حبيتها بس هاي لو كانت سادة بس هاي انا خائفة من هاي تبعيت الالوان بحب انو تكون سادة اهدل العين شوفو انا ادريكم حبيتها انطلات صناعة تركية شايفين هاي صناعة تركية هلا شوفو هذا ابيض كمان طريقة فتحة انو تكوسوا بهك بتنفتح شايفين حبيت طريقة الفتح بلا مسكات المظفون خلاص هيك الله مبارحة شفت متل هاي بالقبائل بي عشرين دول هوا هون تلوا سارة فرق شاسن ها نعم انت عم تشتروا غراب الكهوب سوف يقول لكم انه هذا الغاز كويس وميح وكذا وهيك في قطع بتكونها ما بتنبع معهم بيجي بنصحوكم فيها أو بيكون صاحبة هو وكيلة لإله فديروا باكم من هالقصة انا لاحظته هذا شغل إيطاليا بس سعره 3500 لا 3600 بس كتير غالي يعني بس تلعوا جربته وما بتأحاط حاولت كتير ما بتأحاط ممتاز عفكرة بس غالي يعني هاي متصنعة بتركيا موسوح هاي بوش بيكو 8 كيلو بألف ومئة اسبوع الماضي كان كله مضغوط كله هيك يعني بطلع من الصبح ما برجع لمسار لليل وبرجة هيك بسوي غدا بجر غسيلاتي يعني هذا هو كل يومي عم يكون يكتر انه التدوير والبحث عن الاشياء والاغراض فاليوم حبيت عامل على الغدا مشتهيته يعني كباب ببيتنجان هاي الاكل كتير من حباه فاشتهيت قلت لحالي انه يدسني محعملية جبت كبابة يعني لحمة وحطيت اللابهار وملح فلفل اسود فلفل ابيض وانت يجي تحطولها بابريكا اللي بتحبو بعدين جبت الكيد البيتنجان وابطعته وابدي احط اللحم جواتهم هلا امي بتحب تقطع بهالطريقة شوفو بدون ما تفتحها كاملا شايفين الطريقة الثالثة يلي كل العالم بتحبها كمان هاي اللي بتكون شرائح بالطول متل ما يكون شايفين بحشوه جواته لحمة بيكون بهذا الشكل لِمَعَقْ بِعَرَبِ بُحَهَهَkiejَيْا اشتركوا في القناة السوس عبارة عن طماطم مع صورة ومعجون الطماطم ومعجون فلافلة اضفتهم مع بعض ونضيف نفس البهارات ونضيف ماء فوقه ونضيفه فوق البتنجا هذا البتنجا لا نضيف ملح ولا البهارات ونضيفه اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة